بعد 12 اسبوعا سجل العالم 400 الف حالة اصابة بفيروس كورونا المستجدة في حين تم تسجيل اكثر من 400 الف حالة اصابة في جميع حال العالم في اطلث نهاد هذا الاسبوع لا يزال الوباء تفشى بتسارو مريع ولم يصل الى ذروته بعد اشار تيدروس الى ان الوضع في امريكا الاتينية ليس جيدا وشهدت المنطقة ارتفعا في عدد الحالات والوفيات كما ان الوضع في امريكا الشمالية باستثناء كندا مقلق ايضا ودع الجميع الى الوقوف معا لمكافحة الفيروس قالت بنيديتا الاجرانزي مديرة تقنية للوقاية من العدوة والسيطرة عليه لمنظمة الصحة العالمية قالت في المؤتمر الصحفي ان هناك ادلة تشير الى امكانية انتشر فيروس كورونا المستجد في الهواء وان المنظمة تقوم بتقييم هذا الخطر وجاءت تصريحاته هذه بعد الرسالة التي وقع عليها مائتان وتسعة وثلاثون علما لدعوة المنظمة للتركيز عن خطر انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء نحن نترك جيدة احمية ادراء البحث ذات صلة على سبيل المثال انتشارها بال الجوي او انتشاره في الهواء ما هو تركيز الفيروس الذي قطي ادي الى عدوة اقترحت الي جرانزي اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية الممكنة مثل تجنب البيئات المغلقة والمزدحمة وتهوية في الداخل وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف المدير الفنية لمشروع الطوارئ الصحية تابع لمنظمة الصحة العالمية قالت ان المنظمة على اتصال وثيق مع هؤلاء العلماء منذ الفاتح من ابريل الماضي وذلك لمناقشة امكانية انتشار الفيروس عن طريق الهواء والهباء الجوي واضافت ان منظمة الصحة العالمية ستصدر ملخصا لمسار انتشار الفيروس موسيقى